بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق لهمين أنا سعيد جدا أن نلتقي بهذه الكوكبة من المقاتلين أنا عارف الجهاز عليه مهام كبيرة جدا وعليه مسؤولية دينية كبيرة وعليه مسؤولية وطنية ضخمة وعليه يواجه يعني رجالات ونساء الجهاز تحديات كبرى في ظرف صعب وطبيعة قانون الجهاز تحتم عليهم العمل بصمت هم ناس لا يتحدثوا لا يذهبوا للإعلام يشتغلوا بشكل هادي يؤدوا مهام وطنية كبيرة يحافظوا أو يحرصوا على المحافظة على المال العام وعلى وجود أثر اجتماعي ويحسم الحياة الناس في كثير من أجهزة الدولة فبالتالي نحن ندرك أهمية هذا الدول فأنا بإسم الحكومة ونيابة عن كل إنسان معني بهذا الأمر أشكركم شكر كبير وأقدر كثيرا الأدوار العظيمة التي تقومون بها وأقول لكم نحن في الحكومة سنكون يعني عون لكم نحن حريصين تماما على أن تكون نتائج عملكم سهر الليالي الجهد العظيم الذي تقوموا بها والتقارير التي ترفعوها أن تكون محل تطبيق لا نريد لهذه الدورة أن تتوقف ولا نريد أن يصل لكم رسالة أنه مهما عملنا إحنا عارفين إيش النتيجة هذه قضية يجب أن تكون واضحة بالنسبة لكم نحن حريصين حرص كثير جدا على أن نتكامل في عملنا أن نفعل مؤسساتنا بشكل كبير وأن نحافظ على سمعة وهيبة الدولة وفي النهاية جميعا خدم لهذا الشعب الذي يعني هو قبلنا كلنا ونحن نجيز منه لكن المواطن العادي الذي هو في ضرف صعب جدا في إطار مهم جدا نحن نجابه هذه القضايا لكن السبب والمعضلة الرئيسية في كل ذلك هو هذا الانقلاب وهذه الميليشية الإرهابية هذا الفكر الدخيل هذا الإسقاط أو محاولة الاختطاف الدولة هو ما أوجد كل هذه المؤسسة كل ما أوجد يجيز كبير من هذا الخلال لذلك ونحن نعمل على تصحيح منظومة الدولة ونعمل على إصلاحها علينا على كل إنسان أن لا يغيب عندنا أن معركتنا الرئيسية ومعركتنا الحقيقية هي مع هذا الفكر وهذا الانقلاب الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا عليه في كل هذه المراحل لذلك هذه قضية أعتقد يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا بشكل دائم كما أشار فضيلة القاضي نحن أنا حرصت أن تكون أول زيارة ميدانية أو نزولية أول ملف بدأت تتحرك في ملف الكهرباء وأول نزول ميداني لأول مؤسسة هي إجاز الرقابة والمحاسبة لذلك هي هو تأكيد لكم وتقدير لأدواركم وهي كذلك رسالة لكل منظومة الدولة بما هي أولوياتنا في الحكومة وأنا لا أتكلم بصفية الشخصية أنتم سمعتم جميعا يوم أمس لتوجهات فخامة الأخريس الجمهورية الموجهات الشاملة التي ألقاها على الحكومة وبالتالي أن يتوجه مجلس القيادة بكل أطرافه وكل عناصره وهذا توجه كذلك الحكومة بكل أطرافه وعناصره ونحن نكمل ما بدأه زملائنا السابقين لتأكد من كفاءة العملية الرقابية بشكل كامل كذلك لا بد أن يكون فيه عمل على كفاءة العملية الإدارية والكفاءة الإدارية للجهاز يعني لا يمكن دون تحديث منظومة الإدارية دون الاطلاع بشكل كبير على التجارب الأخفراء في العالم دون استخدام المزيد من الأدوات الحديثة والأتمتة وغير ذلك دون التغير في المنهج لأنه أنا دائما وأنا أستاذ إدارة يعني نحن دائما نتكلم على حكتين نتكلم على الفعلية والكفاءة في أحيان كثير الناس يركزوا فقط على المخرج يعني على البروسيز على العمليات يقول لك مبروك العملية نجحت والمريض مات لا أنا ما أشتش العملية تنجح والمريض يموت أنا أريد أولا أشوف الأثر أثر أي عملية وتأثيرها المباشر يعني الموجود ما نريد أنه التركيز فقط على القضايا الإجرائية الفنية الورقية الكذا لكن نريد أن نركز على المشاريع ذاتها ومدى التقدم فيها والأثر فيها وبتكامل مع بقية الجزء يعني أنا لا يمكن أن دوركم يكون مناسب دون أن تفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات هذه مسألة مهمة جدا إذا ما كانتش حاضرة ونتأكد منها لا يمكن أن أدواركم أن تكون لا يمكن أن يكون هناك في دور فاعل للجهاز والتأكد من العملية وانتظام العملية إذا ما كانت الممثل المالية والخدمة المدنية كذلك أدوارهم حاضرة في كل المؤسسات فإذا نحن نتكلم على عمل تكاملي تفعيل كل هذه المنظومة حتى نستطيع أن نرتقي وأن نقوم بهذه العملية الرقابية المهمة بالطريقة الرئيسية نحن في وضع أصبح كل شيء لدينا بحاجة الاهتمام يعني أنا مثل اللي عنده سيارة واقفة ممكن يصلح مئة عطل في السيارة وعادها واقفة لكن يصلح ثلاثة عطال سيارة تمشي بنفس اللحظة فنريد أن نركز على الثلاثة عطل يعني الرئيسية وبالتالي ضمن منظومة المؤسسات والجهزة الكثيرة والتفاصيل يجب أن نركز على ما هي المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين والتي لديها أثر كبير في مسألة تنمية إرادات الدولة وحفظ المال العام فأنا لدي قائمة طويلة من القضايا سنأتي لها لكن نريد أن نتفق على الأولويات نريد أن نركز على ما هو ذو أثر كبير ومباشر وأولي وسيحدث تغيير وسيؤكد صدقيتنا أنا يعني قد ميت واحد يتسالح والمدى صدقية الكلام الذي يقوله ولا أريد أن نختبر هذا الأمر سويا تختبر جديةنا كحكومة ونحن نختبر مدى يعني بلا يتسادي لشك لكن بس ليطمئن قلبي أنه نحن سويا في نفس السليب وهذا أول طلب مننا فضيلة القاضي من الحكومة بالبدل بقيام دورك والرقابي فمجموعة من المؤسسات التابعة إلى أجهزة محددة هذا أول طلب نقدمه لكم من الحكومة وإن شاء الله أعدك بأن توصياتكم ستكون محل تنفيذ وننضي في هذا الأمر بإذن الله أنا لا أريد أن أطيل في الحديث أن أعلم أن وقتكم ثمين أعلم أنكم تعملوا في ظروف صعبة لكن هي رسالة وهي أمانة أن نتشاركها سويا وأمانة صعبة